دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بن سالم بن عوف وأرخى لها الزمام حتى دخل المدينة في جو مشحون بالفرح والسرور وكان يوما مشهودا فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتكبير قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق المدينة يعني بعد الهجرة رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح وقال البراء بن عازم رضي الله عنهما ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة حتى جعل الإماء يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وقال البراء بن عازم رضي الله عنهما فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله رواه مسلم وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح قال أنس بن مالك رضي الله عنه خرجت جوار يضربنا بالدف وهن يقول نحن جوار من بن النجاري يا حبذا محمد من جاري رواه البيهقي بالدلائل بإسناد صحيح هذه الأبيات في ثبوتها نظر الأبيات الشهيرة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أخرجها البيهقي بإسناد ضعيف وأوردها الغزالي في الإحياء وأعل خبرها الحافظ العراقي بقوله إسناده معضل وضعفه الحافظ بن حجر في الفتح وابن القيم في زاد المعاد بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد النبوي وهذا المكان باختيار من الله لأنه عليه بني المسجد النبوي